سلام عليكم أصدقائي اليوم راح ناخد علوم أجزاء جسم الحيوان سلام عليكم أصدقائي أنا ماتين أجيت يمنع مان حتى أقرأوا إياكم الأجزاء الرئيسية للإنسان رأس رقبات جذع أطراف العليا والأطراف السفلة أعيدها رأس رقبات جذع رأس رقبات جذع أطراف عليا يعني الإيدين وأطراف السفلة يعني الرجليين يمن ما هي الأجزاء الرئيسية لجسم الإنسان هسا قلت ايه هسا أقولهم الأجزاء الرئيسية هي الرأس والرقبات والجذع والإيدين لا مو الإيدين أطراف العليا والأطراف السفلة عاشت إيدك عيده المرة ثانية أوكي الرئيس الرقبات الجذع الأطراف العليا والأطراف السفلة أنا عماني شوني بطل أكيد أصدقائي أول شي حنبدأ بالرأس الرأس جزع من أجزاء الجسم شي يشمل الرأس جمجمة وجه الجمجمة أقب نص الجمجمة الدماغ شنو داخل الجمجمة؟ الدماغ الدماغ والوجه شوني بيه؟ عينان أذنان فم وأنف أصدقائي يوجد داخل الفم يعني بالحليق مالتنا لسان وأسنان أصدقائي ماذا يوجد داخل الفم؟ اللسان والأسنان عيده لسان وأسنان نعمان يوجد لسان وأسنان هسا راح ناخد الرقبة الرقبة توصل الرأس مالنا بالجذع والرقبة الساعدة الرأس هي اللي تخلى الرأس يتحرك بالتجاهات مختلفة باعوا من الرد نعبر الشارع احنا نوقف وراسنا يفتر نباو على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى خاف أكو السيارة إذا ماكو السيارة نعبر مو صح؟ مو لو مو مو أكيد مو يمان بس عيد هالرقبة أنا أعرف هي اللي تخلي راسنا يفتر بس يعني شلون نقول مثل الكتاب عيد لي ياها أوكي تساعد الرقبة باتجاهات مختلفة تساعد الرقبة على تحريك الرأس باتجاهات مختلفة يعني تساعد الرقبة على تحريك الرأس باتجاهات مختلفة تساعد الرقبة على تحريك الرأس باتجاهات مختلفة أصدقائي أنا حفظت إنتي حفظتوها عفية بطل يمان شكرا هسه وصلنا الجذع يعني أخذنا الرئيس الرقبة اللي توصل الرئيس بالجذع وهسه عندنا الجذع يتكون الجذع من صدر وبطن صدر وبطن وهما هذول اثنيناتهم يحافظون على الأجزاء الداخلية للجسيم منه الصدر والبطن هسه وصلنا الأطراف أخذنا الرئيس والجذع رئيس بعد الراقبة وجذع هسه نوصل للأطراف أطراف عدنا أطراف عليا يعني هنه اللي يفوق والأطراف السفلة هنه بالأسفل البالأعلى اللي يفوق اللي هنه الإيدين سميهن أطراف عليا يتصلا بالجذع من الاجتافات مالتنا من عند الكتفين وشنو عندنا كل إيد بيها خمسة أصابع إذن شنو فائدة الأصابع أول شي أكتب بيهن وبعدين أكل بيهن أتناول طعامي وبعدين أشئل بيهن الأشياء يعني الأطراف العليا يعني الإيد أستفاد من عندها بالكتابة وتناول الطعام وحمل الأشياء شبيك نوع مايش أتباه عليا والله خوفت مين لا ماكيش إيدا أشوفك منتبه لو ما منتبه والله العظيم منتبه عليك يلا إذا أنت منتبه راح تقولي شنو فائدة الإيدين يعني الإصابع والإيدين شنستفاد منهن وأنتو أصدقائي هماتين ما فائدة اليدين يعني الإصابع شنو الأهمية مالتهن شنستفاد من عندهن نعم يا مان تفضل جاوب عادي أجاوب عبالك ما حفظ مانو أصدقائي كل ما نقرأ أكثر أحنا نصير شطار أكثر متفقون أصدقائي متفقون فائدة الإيد أو الإصابع أول شيء أكتب واجباتي وأتناول الأكل يعني الريوق يعني أتناول الطعام وأحمل الأشياء أصدقائي خلين أيدهم آنياكم أكتب الواجبات وأتناول الطعام وأحمل الأشياء يامان مو كانت أمك تكتب لك لا يوم أول تفضحنا هي مرة واحدة كتبت لي وعرفت المعلمة مالتنا وحطت لي صفر ورحت أبتي على ماما وقالت لي كافي بعد لا تبتي وكمل واجباتك من وكد لأن أنت فضحتنا عيب يعني بعض ما تسويها؟ لا هي ماما إذا ما كملت واجباتي من وكد أصلا يعني ما تطيني المصروف مالي لا يعني أنا صرت أيومية أكتب من وكد وحس أنا جاي أقرأ يمك وراح أصير شاطور والله عافية بالبطل وهذا وصلنا الأطراف السفلة يعني الرجلين يتصلان بالجذع من الأسفل وش تساعدنا الرجلينة؟ عافية على المشي وعلى اللعب وأقدر أتحول من هذا المكان إلى غير مكان أعيد تتصل الأطراف السفلة بالجذع من الأسفل يعني الرجلين تساعدنا الرجلينة أولا على المشي والانتقال من مكان إلى آخر وعلى اللعب